هذا وإكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض البطنية في مجمع سلمانية الطبي أكدت أن ارتفاع عدد الحالات القائمة هي نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسبب في سرعة انتشار الفيروس الموجود عندنا في التجمعات القائمة ومثل ما تفضل سعادة الدكتور وليد عادة تكون في المساكن أو في المسكن أو في المنازل هذا أخذ في الاعتبار أن الفيروس الموجود في الحالات معظم الحالات الموجودة في هذه الفترة هي من الفيروس المتحور واللي عرف عنها سواء كان في مملكة البحرين أو على مستوى العالم سرعة انتشارة وانتقالة فمهما اتخذنا من إجراءات احترازية حتى لو كانت في الفترات السابقة على مدى العام السابق يجب أن نشدد هذه الإجراءات ونكون أكثر حرصا وحدرا مع التعامل مع هذا الفيروس المتحور أؤكد أن جميع التطعيمات واللقاحات الموجودة في مملكة البحرين أثبتت مأمونيتها أثبتت فعاليتها هي جدا مهمة في تقليل الإصابة بالحالات الشديدة ولا سمح الله لممكن تدخل العناية المركزة ولا سمح الله الوفيات إنه ممكن الشخص يصاب ولكن هذه اللقاحات أيضا أثبتت إنه يتقلل من درجة الانتقال من شخص إلى آخر حتى لو أصيب شخص في داخل العائلة إنه ممكن يقلل من الانتشار فهو حل أساسي إذا كنا كنا نطلع إلى العودة إلى حياتنا الطبيعية اشتركوا في القناة